بونيتا خبرينا اليوم بداية شفناك بإطلالة مميزة مع تمام بلاء وبهيدي الإطلالة كمانا كنت عم بتقلدي فيها مريم نور خبرينا بداية هل ندمت أنه أنت قلتتها لمريم نور؟ لا أكيد أنا سابعة وقلتها بس كنت حابة تكون في مواجهة مشانيك العالم كمان بتحب وعند الحشرية ومشان الرياكشن وطلعت مثل ما كنا متوقعين أنه تشحطنا وتزبنا بس أنه كنت متوقعة بس أنت بينك وبين حالك بس قلت لأنه تاني نهار مبعد عرض الحلقة الإعلام صار يقولوا أنه مريم نور شحطت بونيتا أو حتى الفريق طبع القناة بلا أنا بعثت للمغرج قلت له أنا ما حبيت العنوان لأنه هي كانت عم تشحطن قبل ما أنا فوت فما بعرف ليش فيه عنوين منى منيحة بحق الفنان بقى اليوم أنا صرت بتردد أنه ما بعرف أنا ماني مع هيد العنوان بتأزيني قلت له هيدا شي بيأزيني ما شلوه بس ما هي ما بقى تبدأ لك ما هيش حطتن قبل ما أنا فوت عرفته؟ هناك شوي كنت مصدومة من تعامل مريم نور معك شو أكتر شي صدمك خلال تواجدك ضمن الحلقة؟ اللي صدمني أنه معت يتفرصة أنه تشوف أنه أنا شخص حافظة كلماتي يعني أنا شخص بحضرها أنا شخص قلت له أنا من اللي بيتبعوك بأنه مرأة جدا مثقفة وتتعلم منها كنت حابة أنه حية بس تاخد الأمور أخاف عرفته ما في شي محرز هل واجهت الصعوبة بداية لتدل جسد شخصيتها؟ مع أنه شوية شخصيتها يعني ما أنا هيني لأ ما لقيت صعوبة ولكن اليوم ألاقي صعوبة أكتر لأدام لأنا بديك تعدمي إشياء جديدة وشخص مثل مريم نور بديكون عنديك موسوعة معلومات لأنه هي بدقيقة بتكون حكي ثلاثة أربع معلومات فمريم نور بدي حافظ كتير اليوم خابرينا كان إليك مشاركة بالسباق الرمضاني تميزت بدورك بس يمكن لسوق الحظ التلفزيونات المحلية ما عارضتها هل حسيت أنه ياريت شركت بإنتاج تاني؟ لا أكيد أنا مهم كون مبسوطة وفي شي أنا بالفن بديكون فيه باشن عندي مش واجباته ومنا شغلة بدي روح يعيش منه فأنا كيبهم التعامل مع زياد برجي عرفته وعودتنا دين الراسة ونبي لبس المخرج وشركة جديدة بيتعرفوا على شغلة وأنا بيتعرف عليهم أنا بالدمع هيدول الأمور أنا من فترة كتير قصيلة شفنا محمد عطية عم بقول إنه في حسابات وهمية باسمه عم يعني عم جاربوا يستدرجوا الأشخاص متل اللي اصارت معك اليوم هل رجع حدا تاني تواصل معك رمال شي تعاون كان اكتشفت إنه هيدا فيك أكاونت وعم بيتصوب عليك؟ اللي بيدحك إنه نفس الشخص الفيك رجع بيتواصل معي إنه عرفته ما مفتحناك اللي من قبله حبيب أو شي دحكت وأنا عاملة بلوك ما ما في منطلوا علي يعني يتسلوا قد ما بدونه اليوم ووصل المسج للأشخاص اللي مثلي وغيري اليوم في شركة إنتاج خلص بتتصيل بس ما بيمنع إنه مرات في الفنانة بيتتصيل عرفت مش نيك إنه أنا قلت إنه يمكن يسم الشري للتالفن يوم البتابعيك بقول بونيتا بلشت شوي تاخد حقا عم نشوفك ببرامج واطلالات مميز شرائيك هل أنت أخذت استراتيجية معينة ما بدك بقى تتطلعي وراك ما بدك قلبك يكون طيب دك ضليك دعسة؟ لا لأنه أنا دائماً ما بوقف كل سنة بشارك بشي شاركنا ببرنامج على لنا تيفي محنطة سوريا بسوريا سوا عرفوني هون ما شفوها بس مش معنات أنا واقفة بس في الربات برنامجه كان بالكورونا العالم كله ببيوتها فدايماً عامل التوقيت هو اللي بيكون لصالحي عرفت يمكنك بإغير قيام أطلع مع في الربات ما كان يمكن أحد دجة بالشكل اللي هلا أنا كت فيه أو مقابلتي مع تمام فلأنه محضرة بطريقة لائقة كتير أحد الدجة كتير